تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي فقد أعرب فانسنت نيمهل الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقية عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في قيادة أعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية كما قدم رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية كينومي دي سينا الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب والذي قدمه البنك المركزي والمصري وأيضا تقدم غزالي عثماني رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الافريقي بجزيل الشكر لمصر والمنظمين لفعليات هذه الاكتباعات